وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ على الهواء مباشرة مراسل أنيل أشرف مبارك أشرف بعد التحية ما الجديد لديك حتى الآن من خلال متابعتك للاجتماعات السنوية للدورة السابعة والأربعين للبنك الإسلامي للتنمية والتي تعقد اليوم في شرم الشيخ على تحياتي لك من مدينة شرم الشيخ وتحديدا من مركز المؤتمرات كان هناك جلستان في الصباح جلسة متعلقة بشرح مبادرة حياة كريمة للمشاركين في هذا المؤتمر بالإضافة إلى جلسة أخرى عن الحكومة الإلكترونية وتعزيز الرقمانة هذا المؤتمر يمكن يؤقد الأول مرة في مصر مزنحه 30 عاما صدفت مصر هذا المؤتمر وازية الاجتماعات بالإضافة إلى بعض الاجتماعات الأخرى لبعض المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية الحديث أكثر حول الجلسات وأيضا التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة مع مباشرة الأستاذ أيمن سيجيني وهو رئيس المؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص كلمة فاندمة على التعاون بين المؤسسة وأيضا القطاع الخاص المصري وحجم الدعم الذي تقدمون للقطاع الخاص في مصر المؤسسة الإسلامية للتنمية للقطاع الخاص مهتمة في عدة المجالات المتواجدة في دول الأعضاء في مصر نحن استثمرنا فوق 5 بليون جنيه مصري يعني مقارب 270 مليون دولار في عدة اتجاهات استثمارات وتمويل عندنا شركة أو بنك الإنما داخل مصر متخصص في الليسينغ اللي هو الإجارة ينتهي بالتملك فيما يخص أيضا التعاون في المجالات إيها المجالات اللي بيتم التعاون فيها حيك قلتليه ممكن قبل الهواء اللي انتوا ليكوا أفرع في الدول الأفريقية في تعاون بيتم بين هذه الأفرع لدعم تصدير المصري أو صدرات المصري نحن ندعم تاني مرة القطاع الخاص فعندنا 42 بنك داخل أفريقيا ومصر ترغب أن تكون البوابة لأفريقيا بالتالي عندنا هذه البنوك كلها ممكن تساعد في التصدير والاستيراد وفي نفس الوقت ممكن تقوم وتساعد في التجارة البينية بينهم فيما يخص هل لكوا دعم فيما يخص المرأة لحرف التراثيات التقليدية المجالات اللي بيتم فيها الدعم بشكل خاص يعني نحن عندنا برودكت اسمه بريف وحقية نجاحنا نجاح ممتاز جدا وفي تدعمنا دوليا في التمويل خاصة في اليمن في الوقت الحاضر ولكن إن شاء الله ممكن نطبق نفس الفكرة هذه داخل دول العضاء الأخرى وإن شاء الله مصر تكون أحد الدول أخيرا ما هو الذي تستطيعون تقديمه للقطاع الخاص في مصر خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والأمور التي فرضتها جاء أحد كورونا على الاقتصاديات في الدول النامية نحن حاجة نهتمين جدا في إصدار السقوك وفي نفس الوقت ممكن التمويل المباشر والغير مباشر عن طريق البنوك أو عن طريق أن نحن يكون عندنا استهداف الاستثمار في القطاع الغزائي أو قطاع الطاقة طيب في قطاعات أخرى في الفترة اللي جاية ممكن يتم إضافاتها لإجمالي التعاون ما بين البنك أو مؤسسات البنك التابعة والقطاع الخاص في مصر نحن طبعا في المؤسسة الإسلامية تمية القطاع الخاص يهمنا العمل معانا كمجموعة من البنك الإسلامي إلى الـ ITFC التي تساعد التجارة في تمويلها وفي نفس الوقت عندنا عيسك التي تغطي التأمين أو المخاطر التأمينية التي في احتياجها شكرا جدا لأستاذ أيمن سيجيني وهو رئيس المؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص الآن ما نرى هذه الاجتماعات التي تتم داخل جمهورية مصر العربية وأيضا بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التابعة لها البنك وهناك محفظة مالية أو استثمارية بالتعاون مع البنك الإسلامية تمية وسط يمكن نحو 16 مليار دولار نعم أشرف مبارك مراسل أنيل كنت معنا مباشرة من شرم الشيخ وبالطبع سنتواصل معك في خدمات إخبارية لحقا أيضا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة